نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء التراجع على استحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024 وأكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه تم زيادة المخصصة المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بالنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2023 كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم قبل الجماعي والجماعي بالموازنة الجديدة بالنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه مقارنة ب476.1 مليار جنيه خلال العام السابق وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه مقارنة ب84.8 من 10 مليار جنيه خلال العام السابق